استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حول أبرز التيسيرات المقدمة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحفيزها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة المصرية على دمج جميع المشروعات بمختلف القطاعات ضمن الاقتصاد الرسمي مع إيلاء الأولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الإطار وذلك لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ومضاعفة دورها في تحقيق التنمية المستدامة